كنت عامل قبلها شخصية اسمها ربيع في مسلسل اتراب كان شر وكان فيه الاختبوت كان فيه ادهم فكان شر طب انت هتتناول الشخصية دي ازاي وهو شر وهو شر ولكن ده الشر اللي هو اللي هو مستعد يقذي نفسه ويقذي اللي حواليه ويقذي اي حد يقف في طريقه علشان خطر مصلحته وغبي ما بيتعلمش يعني ده حروق ده غبي ما بيتعلمش انا من نوع الممثلين يا اللي بيمشي ورا المدرسة الواقعية بمعنى انه بشوف الشخصيات اللي هي في الشارع وباخد منها واركب للشخصية اللي انا بلعبها يعني ما بخليش الشخصية اللي تيجي انا اللي بروح لها فده حروق ده انا عايز اقول انه هو شخصية حقيقية عندنا في الشرقية وفي واحد اسمه اشرف هو ده مجرم فضيع بنفس طبقة الصوت بنفس الحركات بنفس فانا حسيت ان ده قرائب من ده قوي فخدت وركبت على ده وطبعا انت بتحط بقى ادائك جوه الموضوع ده اللي بيسميه الزكرة الانفعالية طبعا ان انت تحتفظ في زكرتك ببعض الاشخاص اللي انت بتشوفها يكونوا مثلا من زاوي العادات المختلفة او التقاليد المختلفة او وتبدأ تسترجعها وتستحضرها فيه ولكن انا انا صدمت لانه طبعا الجمهور كره الشخصية جدا 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 طبعا ده ندل دل على الحمد لله رب العالمين من فضل الله سبحانه وتعالى ان الشخصية نكحدة ولكن كنتش حبيبهم يكراهون انا كحمد يعني انا عارف طبعا انهم انا اناه وفضل الله سبحانه وتعالى ان اناك specifications ان تكلمة